ستريند الأهلي وأهم وآخر الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي خلال الساعات الحالية نبتدي بحساب النادي الأهلي على انستجرام الحساب الرسمي واللي بيقولوا فيه نومبر وان في إشارة للرقم الجديد اللي اتداء محمد الشناوي بداية من هذا الموسم وهو رقم واحد بعد ما كان بيرتدي رقم 16 على مدار السنوات السابقة هو بصراحة يستحقوا أنه هو يرتدي الرقم ده لأنه هو فعلا رقم واحد محمد الشناوي سواء على مستوى حراس المرمى في مصر أو كمان في أفريقيا ما شاء الله عليه ربنا يحميه خلينا نروح كمان لحساب النادي الأهلي على تويتر واللي بيقول علولو يعلولو بعد هدف اليوم علي معلول يصل لهدف رقم 15 مع فريقنا بالدور علي معلول مش محتاج يعني نحن نتكلم عنه علي معلول ما شاء الله عليه لعيب تقيل جدا وأحد المفاتيح للمؤثرة دايما في أي مباراة بيشارك فيها النادي الأهلي يتمنى له التوفيق دايما لسه معالي معلولو من خلال سبورت 360 وحسابهم على تويتر بيقوله أول مباراة بالموسم الجديد هدف وأسست لعلي معلول يعني أجاب هدف من ضرب الجزاء وعمل أسست العامة بالمناسبة كهرباء برضو يعتبر عمل هدف وأسست ضربة الجزاء هو ساهم فيها متحسبش أسست في الإحصائيات والأرقام لكن هو يعتبر ساهم في هدفين أيضا أحد من جمع المباراة اللي اتنين بصراحة عملوا مباراة كبيرة جدا مباراة ساق كهرباء اللي هنتكلم عليه دلوقتي أو كمان علي معلول في الجول وحسابهم على فيسبوك بيقولوا يعني في الديئة الرابعة كهرباء تحصل على راكل الجزاء ترجمها معلول لهدف أول في الديئة 65 قبل هدية أفشا وسجل هدف فوز الأهلي في شباك المقصة كهرباء أنار الطريق للأهلي نحو سلاس نقاط وكمان حينير الطريق للنادي الأهلي بإذن الله نحو مختلف البطولات على مدار هذا الموسم مستمرين في تريند الأهلي والخبر اللي جاي معنا من صفحة الوطن سبورت على تويتر واللي بيقولوا بعد الإصابة التي ضربت السنائي في الفترة الماضية في إشارة له ناصر ماهر وإصابته بخلع في الكتف وإيضا جونيور أجعي وإصابته في الكاحل بالتالي السنائي هيغيب عن النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية ويعني أقرب واحد هيرجع هو ناصر ماهر إن شاء الله خلال 3-4 أسابيعكم موجود مع الفرقة يلحق كاس العالم بإذن الله لكن أجايا للأسف مش هيكون مع نادي الأهلي لمدة 3 شهور جايين نتمنى لهم الشفاء العاجل والعدة سريعا بإذن الله لتدعيم صفوف الفريق خبر أيضا مهم من سوبر كورا على فيسبوك وبيقولون الأهلي يبحث مع موسماني خط التدعيم الفريق قبل مونديال الأندية مستر بيتسو موسماني كان ليه بعض التصرحات هنا في قناة نادي الأهلي من خلال الحلقة اللي كان متواجد فيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكان من خلال أيضا الأستاذ يعقوب السعدي اللي قدم هذه الحلقة وكان الراجل يتكلم عن أن الفرقة هتكون محتاجة لعب أو اتنين خلال الفترة اللي جاي عشان نقدر أن احنا نلعب بشكل أقوى في كاس العالم قال احنا عندنا لعبة بكواليتي عالي جدا لكن لازم يكون فيه إضافات كمان ليهم عشان نقدر أن احنا نقدي المطلوب كل الأمور دي يعني في خلال بحث دائم ومستمر من خلال طبعا لجنة التقطيط للكورة كابتن محمود الخطيب المشرف على الكورة وأيضا مستر بيتسو موسماني وتنصيق في كل هذه الأمور وحنشوف طبعا إحنا منقدرش نستبق الأحداث منقدرش نعلن عن أي أمور قد تحدث في انتظار دائمان الرسمي من قبل النادي الأهلي وفي كل أحوالنا تمنى التوفيق في اتخاذ القرارات الأنسب في مصلحة النادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر